هتكلمنا في ايه النهاردة عام اسلام؟ هتكلم مع حضراتكو النهاردة في شيء مهم جدا مبارح انا كنت قاسي جدا وشوف انا معنديش مشكلة مع حد وانا عندي الحقيقة دايما لما بلاقي نفسي ومعايا فريق اعداد لما بنقعد نتكلم فيه اللي هنتكلم فيه دايما في الحلقة بنقعد وبنفكر وبنشوف هل احنا كنا مخطئين في شيء هل احنا كنا كويسين هل احنا كان عندنا لا الحقيقة خلينا بس الاول اوريح حضراتكو الفيديو ده لكارلوس كيروش وارجع اكمل وارجع اكمل واقول قصدي ايه في ما هو قادر نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل انا بصفة مخطئة للتحديد انا انا احضر لتحسن 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 انا اخبرت لتحسن 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 حان المدرب جاء هنا بصراحه يعتذر عشانensor بشيء للايلام واشيء ده كان فيه خطأ انا لمكن من هذه الاحCP هنا نحن ان اك realistic let's keep going with this program Okay much better I'm using direction of thecejلام and at my contacts out. من YouTube subscribe andćsl DashKan I didn't know that for contractual obligations it's not possible to keep going with this program كان لديه خطأي لذلك اليوم سأسألكم لن نستمر بها لديكم 15 أو 20 منتظر لتكون هنا في المساعدة اليوم إن شاء الله المدرب يفتح التمرين لمندة 15 و 20 ديئة تكون معنا حضرين التمرين بعد أهلاً نحن نعود إلى المعارضة ومن أول بكرة إن شاء الله هنرجع إلى نفس الكيود قبل كده أسسألني بشكل صحيح لأنه كان خطأ شخصي كان حسن أمس أتمنى أن تفهم شكراً وأنا كمان بأعتذر لك يا مستر كارلوس كيروش أنا الحقيقة مبارح كنت متحفظ جداً عن كلام كارلوس كيروش في تصريحه مبارح لما قال إن أنا مش داخل ألعب بطولة الأول الأفريقية من أجل التتويج بهذه البطولة وإن الهدف اللي أنا جاي من أجله هو التأهل لكاس العالم هو قالي الكلام داً بارح وأنا تحفظت على هذا الكلام مع حضراتكم والموضوع اتخذ بشكل كبير أصل إسلام الشياطين بيقولوا مفيش مشكلة ولكن أنا النهاردة أنا باعتذر طب أنت بتعتذر ليه إسلام النهاردة أنا باعتذر لسبب لأن واضح جداً أن ميستر كارلوس كيروش وأنا بتكلم بجد على فكرة مش بهزر واضح جداً أن ميستر كارلوس كيروش أو المسؤولين أن المسؤولين في اتحاد كرة القدم مش مفاهمينه الصورة كويس مش مفاهمينه الصورة إزاي لأنه أن مدير فني لمنتخب مصر يطلع مبارح يقول أنا جاي عشان أطلع كاس عالم بس ملعبش حتى لو حتى لو هو في عقده كده ما ينفعش يطلع يقول مثل هذا الكلام لكن هو لما يطلع يقول الكلام ده معناه أنه هو قاعد مع مسؤولين في اتحاد كرة القدم مش مفاهمينه أي حاجة وأتأكد لي الموضوع ده النهاردة لما طلع أعتذر وأنا باحترمه جداً الحقيقة في اللي هو عمله لما طلع أعتذر وقال أنا باعتذر لكم لأنه أنا ما كنتش فاهم العقد الإعلامي أن الحقوق محفوظة القناة واحدة قناة أون سبورت وبالتالي أو أون سبورت أو أون سبورت فبالتالي مش هينفع كل القنوات تاخد اتنين لعيبة اتنين لعيبة هو الراجل مبارح مستر كالوس كيروش في المؤتمر الصحفي قال لكل القنوات يا جماعة بكرة تبقوا موجودين عشان في كل قناة هتتكلم هتاخد اتنين لعيبة يتكلموا معاها في كل الأمور الخاصة بالمنتخب وأبقوا أنا علي الناس كلها كل الكاميرات اللي موجودة موجودة علشان اللي حيبة تيجي وتتكلم فوجئنا بأن مستر كارلوس كيروش طالع يعتذر وأنا بحييه الحقيقة على هذا الأمر طالع يعتذر ويقول إيه ويقول يا جماعة ما عليش بتزعلوش مني أنا مكنتش فاهم أن الحقوق محفوظة القناة واحدة فقط وهي قناة أون سبورت فأنا الحقيقة وضح بالنسبة لي جدا 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 أن هناك معرفش هل هي مقصودة محدش مفاهم الراجل حاجة خالص خالص مبارح يطلع يقول الأمم الأفريقية يعني أنا حاول ألعب وأكسب وأعمل وبتاع بس أنا مش مطالب إن أنا أكسب البطولة أنا كمدير فني يعني مش مطالب إن أنا أكسب البطولة أو اتفاقي إن أنا أصعد كاس علم بس والنهاردة ما يعرفش إن اللوايح والبنود الخاصة الإعلامية الخاصة بالمنتخب طب هل ده ممكن يحصل؟ هل في مدير فني ما يبقاش فاهم الكلام ده؟ حاجة غريبة جدا فمن الواضح أن هناك مسؤولين في اتحاد كرة القدم مش شايفين شغلهم كويس ده باختصار مش عايزين يروحوا لميستر كارلوس ويقولوا له عندك واحد اتنين ثلاثة هي قناة واحدة على فكرة الحاجات دي لازم تبقى موجودة كابتن واحد جمعة لازم يبقى عارف هذا الكلام لأنه هو المسؤول هو مدير المنتخب وبالتالي هو المسؤول عن الموضوع ده أو عن الشكل العام للموضوع فما ينفعش يطلع عن الراجل يجهل اللوائح الخاصة بإعلام المنتخب ده جديد مبارح قال كلام ما يصحش إن هو يقوله حتى لو هو صحيح ما ينفعش إن هو يقوله والنهاردة طالع يقول أنا بجهل اللوائح الإعلامية ترجمة نانسي قنقر